طريقة إظهار الفريمات والأف بي أس على الشاشة وكل تفاصيل قطع الكمبيوتر سلام عليكم شبابكم وحالكم شوال الله نينفونو ألف خير معكم أخوكم ومحمد رجالت لكم اليوم مقطع أسطوري صنطوري جديد مقطع اليوم جماعة الخير عن إظهار الفريمات أو الأف بي أس على شاشة الكمبيوتر أو اللابتوب اليوم أمس نزلنا مقطع عن تشغيل لعبة جي تي اي في للأجهزة الضعيفة على كروت الشاشة كروت انتلت داخلية بعدما نزلنا المقطع أشكركم كتير كتير شباب على التفاعل الكبير مع المقطع جاب أكتر من ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة وهذا إشي يعني جديد على قناتنا لأول مرة فبشكركم كتير كتير جماعة الخير على لايكاتكم على دعمكم للمقطع هذا كمان شفت بعض التعليقات بتقولون لي كيف يعني سويت إظهار الفريمات على الشاشة حاول تسوي لنا طريقة واشرح لنا الطريقة أجاوبكم في التعليقات بكرة إن شاء الله يجي المقطع واليوم إن شاء الله المقطع هذا حاولوا كمان هذه المقطع يا أخوان ما ينزل عن 100 لايك كمان 150 لايك حبيب والله كمان يا شباب تشتركوا في قناة فاعلوا الزر الجرس عشان إن شاء الله توصلكم كل مقاطعنا الجديدة عن الألعاب مشاكل الألعاب مشاكل الكمبيوتر كل شيء بيخص الألعاب والكمبيوتر بإذن الله راح تلاقوه في قناتنا أوكي يا أخوان هذا المقال راح تلاقوه في أسفل الفيديو في أسفل الفيديو راح تلاقو المقال هذا تنزلوا لتحت هون رابط البرنامج نحمل برنامج MSI Afterburner هذا هو البرنامج اللي استعملناه نجي نعمل download هون من موقعه الرسمي طريقة جدا سهلة نعمل start بهذا الشكل ورح يبدأ تحميل البرنامج برنامج جدا سهل ومجاني يعني ما بياخد مزاحة كبيرة من جهازك تثبيته جدا سهل نجي هون نضغط عليه click main وندغط استخراج بهذا الشكل بعد ما نستخرج البرنامج نمسح هذا ونيجي هون نضغط عليه ضغطتين اوكي حط yes راح تظهر بهذا الشكل الايقونة نضغط اوكي نخليها انجليش نكس اي اكسف هذا الشكل نضغط نكس هذا الخيار لازم تخلوه مفاعل هذا الخيار الريفا تونر هذا يا شباب بساتي ستيك سيرفر لازم يكون شغال كمان ويتبت كمان هذا البرنامج نضغط نكس انستول بهذا الشكل وراح يبدأ تثبيت البرنامج طريقة جدا سهلة وبسيطة لتثبيت البرنامج اوكي جماعة الخير راح يتم تثبيت البرنامج هون وراح تظهر ايقونة اختصار للبرنامج نبتق كمان ايقونة الريفا تونر نيجي هون نضغط عليها نكست اي اكسف بنفس الطريقة نكست 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 اوكي راح يبدأ تثبيت الاداة هاي كمان بعد ما يخلص نشيل هاي الايقونة عن الخيار هذا وندغط finish كمان هاي الخيارات كمان نشيلها هيك زي ما بتشوفون جماعة الخير نيجي هون نروح بهاي سلة المهملات نيجي نفتح برنامج ال MSI After Burner هون زي ما بتشوفون ضغط التين نضغط عليه راح تنبتق ايقونة بهذا الشكل زي ما بتشوفون البرنامج دوره مو بس نظهر الفريمات كمان بتقدر تكسر سرعة كرت الشاشة وتزود سرعة المراوح مراوح كرت الشاشة بس احنا مو موضوعنا هذا ممكن ان شاء الله نشرح عنه مستقبلا نيجي هون على علامة التيرس هاي نضغط عليها ضغطة واحدة راح تظهر معان هاي الخيارات تلاقي كرت الشاشة الخاص بيك هون مو بالضروري يكون كرت شاشة قوي حتى لو كان كرت شاشة داخل اللي انتل او اي ام دي اي كرت شاشة المهم يكون عندك كرت شاشة على جهازك راح تلاقيه تلقائيا اشر هون نيجي على المونيتورينغ الخيار هادا وهس راح تلاقيه كل هاي الخيارات كومة خيارات هون احنا بنا ندبس الفريمات نضغط على الخيار هدا بهذا الشكل نيجي نختاره بالشكل هدا اتأكد انك اختاريت الشكل هدا ونيجي نحط هذا الخيار على Show In On Screen Display ونضغط على Apply بهذا الشكل الفريم ريت الفريمات حتى تظهر NOSD مثلا علمنا على الفريمات خلص راح نروح نجرب هسا على لعبة GTA V زين بتشوفون هون GTA V يا جماعة الخير هاي يا شباب 74 فريم 75 فريم زين بتشوفون هون لعبة GTA 90 فريم 80 فريم نيجي هسا ننزل تحت الفريمات هسا شغالة بس لو بدك كمان تظهر كمي تال نظهر مثلا الفريم تايم كمان الفريم تايم يا جماعة الخير نيجي ننزل تحت مثلا الرام كمان لو بدك مثلا تظهر الرام معدل استخدام الرام عندك في الجهاز بس تضغط Apply ورح تلاقيها ظهرت عندك هون زين بتشوفون الرام 6.629 حاليا مستخدمة من رامات جهازي اللعبة بتستخدمها حاليا كمان أي خيار بدك تظهره رح تيجي بس تعلم عليه هون تأشيرة هون هذا الخيار Show In On Screen Display وتضغط Apply بهذا الشكل مثلا CPU Power وCPU Clock نحن مثلا نحن نيجي على CPU Usage ما هذا الشكل؟ استعمال واستخدام المعالج تأشر عليه وندغط Apply بهذا الشكل CPU Usage نيجي مثلا نطلع هون على Power كمان والرام يعني الميموري كل أي خيار أي خيار يا جماعة الخير بدك تعلم عليه وتظهره تيجي بس هون تأشر عليه تضغط Apply كمان يعني سرعة المراوح الفان سبيد والباور كمان لإستخدام الطاقة كمان رح نيجي نأشر عليه بهذا الشكل وندغط Show Apply أوكي نيجي نرجع للعبة هسا وزي ما بتشوفون هون ظهرت يا جماعة الخير الفريمات والCPU استخدامه 56% حرارة الكارت الشاشة 67 درجة واستخدام CPU 58% نقطة ثانية يا جماعة الخير مثلا هاي الأرقام هاي الأرقام ما رح تلاقيها أنت عندك بهذا الحجم لو بدك تكبرها يعني وحجمها يصير أكبر سهل جدا تيجي هون تيجي على خيار هذا هذا الخيار يا شباب بنشر على الخيار خيار River Toner يطلع بهذا الشكل يا جماعة الخير نيجي هون على On Screen Display Zoom على الزوم هذا زين بتشوفون هون بيصغر وبيكبر زين بتشوفون نقدر يعني تحطو بأي حجم بتريدة مثلا أكبر حجم نيجي هون رح تلاقيه يعني صار حجمه يعني حبيبه والله حجمه جدا كبير تيجي أي حجم بدك تختاره رح تيجي بس هون وتعلم على أي حجم مثلا رح نصغر كتير هاي صار أصغير وهذا هو الحجم المناسب صراحة عشان ما يزعجك أثناء اللعب ولما تكون بتلعب برنامج جدا سهل ما بيسوي أي ضغط على جهازك وبيشتغل على كل كروت الشاشة وكل الكمبيوترات زي ما تشوفون هون شغال البرنامج بيعطيك تفاصيل أكتر عن جهازك وبيفيدك كتير صراحة عشان نتراقب جهازك وتراقب الفريمات وتراقب كل شيء عندك على الجهاز كان هذا وكل شيء بالنسبة لمقطع اليوم جماعة الخير أتمنى أنه ينال أعجبكم المقطع لا تنسونا بلايكاتكم زي ما قلت لكم هذا المقطع حاولوا يصل أكبر عدد من اللايك عشان اللايكات هي اللي بتساعد المقطع أنه يظهر الأكبر عدد من الناس وينتشر المقطع ويستفد منه أكبر عدد من الجيمرز كمان أهم شيء تنزلوا تحتكتبوا لنا رأيكم وتجربتكم وتعليقاتكم والأسطورية والسنطورية تحت في الكومنتات أراكم شاء الله في مقطع أسطوري سنطوري قادم سلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة